أفادت مصادر عسكرية عن ترتيبات للفصائل الموالية للتحالف السعود الإماراتي للتصعيد العسكري في عدة جبهات بدعم أمريكي مباشرا وقالت المصادر أنه جرى تشكيل غرفة عمليات طارئة بقيادة رئيس أركان الجيش الموالي للتحالف صغير من عزيز وتمثيل كل من قوات طارق صالحة وقوات الإصلاح في مأرب وتعز والتشكيلات والفصائل العسكرية في جبهات الحدود المحاذية بحجة مشيرا إلى أن يشرف على عملها ضباط إماراتيين وسعوديين ومستشارين أمريكيين ولفتت إلى أن المتغير الجديد فالتصعيد الذي من المتوقع انطلاقه هو عدم حسم الجانب السعودي مشاركته بسلاح الطيران حتى اللحظة تخوفا من الضربات الانتقامية التي سترد بها قوات صنعاء على تدخل المملكة ونوهت إلى أن الأمريكيين يضغطون على السعوديين للموافقة على التدخل في مرحلة معينة من التصعيد أي عندما تحرز القوات تقدما يمكن البناء عليه لمعركة أطولا ويقدمون تطمينات لبن عزيز والقيادات العسكرية اليمنية بتدخلهم المباشر إذا استدعى الأمره ووفقا للمصدر فأن جميع التشكيلات العسكرية التي ستشارك في المعركة قد حسمت خيار مشاركتها معهد التشكيلات العسكرية التابعة للإصلاح في محافظة تعز والتي أبدت عدم رغب ترجمة نانسي قنقر